من صورة بطل حصد على المراكز الأولى في سباق الدرجات الهوائية إلى صورة ناجن من حادث إسير هكذا يكتب لرياضيين لبنان أن يعيشوا في ظل تجاهل الدولة طالع على متن السريع أخذ أقصى يمين بين الزيح الأبيض والحيط طالع بتطلعنا صبح بكينة ما كان في كتير عاجل السيارات ما باهر شو صار فجأة بتفوت فيه سيارة من وراء بيجي وقع على الأرض بيجي على ظهري وبينشاعر خيزة من ظهري كل ما تحتاجه ممارسة ورياضة الدرجات الهوائية هو طريق آمنة عنصر يغيب عن طرقاتنا في منطقة عين المريسة مسلك مخصص للدرجات الهوائية وحيد من نوعه في العاصمة بيروت خطوط هذا المسلك باتت شبهة مخفية في وقت لاحظنا أن أحدا لا يحترم هذا المسلك والسبب الأول يعود لجهل المرة والصائقين بوجوده أساسا يبقى الرصيف المكان الوحيد المتاح لممارسة هواية قيادة الدرجات الهوائية بأمان في مدن معينة صعبة أعمل فيها بايكلينز لأنه مسيحاتها صغيرة أو لأنه البنى التحتية ما بتقبل بعد أنا هلأ أغير وأعمل فيها بايكلينز اشتغلنا فيهم هلأ بخطوط نحن عنا بترابل صفيخة ديرمندير ما رجل شو تكرم هلأ عم نشغل على بايكلين كبير بقلب مدينة شبال عم نشغل على بايكلين كبير بصور بصيدة مشروع قائم يعني مش أقل من شهر بكون كمير نكب بايكلين بصيدة وفي وقت تتعطش بيروت لطرقات قادرة على استيعاب محبي الدرجات الهوائية تشهد اليابان وغيرها من الدول المتقدمة مشاريع مواقف خيالية هكذا يستبدل المواطن سيارته بدراجة توصله بشكل أسرع وتوفر عليه المال والوقود ومواقف للسيارة ببيروت عنا فوق 80% من اللي بيموتوا بحواتس السير هني الناس من مستخدمي الطريق الأكثر ضحفا لهني صائكي الدرجات النارية إضافة للمشات فكيف إذا منزيد عامل الدرجات الهوائية بطرقات غير آمنة أمام هذا الواقع المأسوي قليلة هي البنود التي تناولت هذه الرياضة ضمن قانون السير المستحدث دائما عندنا الأجهزة الإنذار أو التنبيه يجب أن يكون فيه المكابح دائما شغالين إضافة لهذا الشيء أن يكون الشخص ملتزم للخوذ الواقع بما يتعلق بالرخص أكيد لا يوجد رخصة للدرجات الهوائية وتبقى قيادة الدرجات الهوائية حال أوفر للبيئة والاقتصاد كذلك لأزمة السير والدولة تضيع الفرصة شكرا